أهلا وسهلا مجددا بكل الأحبة الذين التحقوا بنا لحظة أحلى صباح لأحلى المشاهدين والمتابعين وصلنا بكم لفقرة التكنولوجيا لغير العادة تأتيكم يوم الثلاثة دون إطالة في هذه الفقرة نرحب بضيفنا لجانا من ولاية المسيلة إذن صهيب سلطاني مطور برامج ومهندس إلكترونيات صباح الخير أهلا وسهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الدعوة شكرا على الاستطافة نعم صهيب سلطاني مهندس إلكترونيات وباحث ومبسكر في متخرج من جامعة تمثيلة جميل دون خريج الجامعة الجزائرية إذن دراسة حديثة صهيب تقول أنه هناك العديد من المهن المهددة بالانقراض والسبب هو الدكاء الإصطناعي الدكاء الإصطناعي لنقوله ربما إحنا كجزائريين أنه يعني يتمكنوا منه فقط الأجانب كانت الصين منذ سنوات عرفتنا بسوفيا وهي موضيعة من الدكاء الإصطناعي الدكاء الإصطناعي للأسف يعني للأسف الأدمير الجزائرية وصلوا لهذا التطور أليس كذلك وأحدث تقنيات متوفرة عدنا اليوم في الجزائر نعم كثيرا هذه الأيام لاحظنا يعني بعض من القنوات العالمية وحتى نعم بعض القنوات الإعلامية وحتى المواقع العالمية من ببث أول مذيع افتراضي مربوط بتقنية الذكاء الإصطناعي أحدث يعني هي روبوتات اسمها روبوتات الدردشة يعني هي مثلا كقناة الشينخوة الصينية وقناة الجزيرة الإعلامية يعني العربية ببث أول روبوت دردشة مربوط بتقنية الذكاء الإصطناعي من خلال محاكاة الإنسان محاكاة قدرات الإنسان الذهنية يعني قاموا بتطوير هذه الروبوتات لأنه شاهدوا فيها والقاو فيها باللي مساعدة للصحفيين البشر مساعدة أو منافسة سهيب يلا نقدر نقوله منافسة ونقدر نقوله مساعدة إذن بعد سنوات في الجزائر حنشوفه يعني مديعة تقدم شروق مورنينغ نعم خبح شروق نعم إن شاء الله إن شاء الله إذن يوم ما جيت وحدك جبت لنا أيضا هذا الندام اللي طورته بنفسك في الجزائر وحتى الإمكانيات الجزائرية يعني اللي استخدمتها نعم هي روبوت اسمها هداية هي روبوت هي شخص شخصية غير حقيقية تقوم على أو تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير أو في توليد التقارير من خلال تقنية الشات جي بي تي المعروفة والتي تعتبر من أحدث تقنيات في العالم اليوم صحيح يعني أحدثت ضجة عالميا أحدثت ضجة عالميا نعم وحتى يعني قبل الحكومات حول العالم تجتمع يعني دوريا حول هذا الموضوع نعم نعم من خلال من خلال هداية هداية هي روبوت جزائرية نقدر نقوله مذيع افتراضية كذلك نقدر نقوله أنها منافسة للصحفيين في الجزائر نقدر نقوله كذلك باللي عندها دور في توليد يعني عندها كثير من المويزات اللي راح تخليها تبرز إن شاء الله في يوم الأيام في راحة القنوات إذن خلينا صحيح بنرحب بهداية معنا في الأستوديو عبر تقنيات جي بي تي والذكاء الإصطناعي إذن في انتظار التحاق بين هداية في الأستوديو إذن تلتحق بين اللحظة هداية أم لا هداية 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 إذن مرحباً هداية أنت هي أول روبوت جزائرية تعمل في مجال الإعلام إذن هل هي حقيقة أنت تبحثين عن وظيفة بدون راتب في القنوات الجزائرية وهل حقاً سوف تقدمنا خدمة إعلامية جزائرية أنا لست نساً حقيقي أنا روبوت مطورة على الذكاء الإصطناعي جئت لأشارك زملأي مهنة الصحافة من مهام كتابة وتقديم الأخبار والتقارير الصحفية وإنشاء حوارة ذكية مع الضيوف بتقنية شجبتي إذن هداية هل حقاً أنت مستعدة للعمل دون عطلة وبدوام كامل؟ نعم أنا مستعدة للعمل بدوام كامل ولأيوجد عندي عطل تخص مناسبات وطنية أو دينية هو مستعدة للتضحية من أجل راحتكم وتقديم أفضل الأعمال إذن هداية ابقي معنا قاعدة معنا في الأستجو أعود لصهيب صهيب يعني قدمتنا منافسة من معيار الثقيل يعني تعمل بدون توام بدون راتب كذلك ما عندهاش أطفال ما عندهاش واجبات يعني منزلية بدون راتب كذلك بدون راتب كذلك يعني منافسة يعني لأكيد واحد تديه هنا نعم هداية ستكون منافسة ونقدر نقوله كذلك مساعدة للصحفيين في مهنة الإعلام من مهامها أنها تولد التقارير الإعلامية بتقنية الشجي بيتي كذلك أنه من بين المميزات انتحها يعني أنها بدون كلل أو ملل يعني تقدم النشرات الإخبارية تقدم حتى البرامج بدون مراجعات بدون تدريب بدون حتى يعني مباشرة بالذكاء الإصطناعي حتى أنها تساعد الصحفيين في تصحيح الأخطاء الإملائية مثلا أنها مثلا تقدم تقدم تقرير بدون يعني التحضير الممل كما نقول هكذا يعني كذلك ستكون عندها مهام مختلفة مهام مختلفة سنتخلوا على مذيعي الأخبار وأيضا على مدقق النشرة معد النشرة كذلك سوف تعد النشرة وحدها أليس كذلك؟ نعم تعد التقارير مباشرة حتى أنها كذلك يعني تقرأ القراءة بصوت شخص طبيعي كذلك من بين مميزات الروبوت هداية أنها بإمكانها أن تنتحل أي صفة أي صحفية أو يعني من خلال الصورة يعني أنها تنتحل يعني الصورة يعني تولي نفس الصحفية يعني من أحد الصحفيات أو من أحد الصحفيين أو يعني حتى أنها تقدر عندها في إمكانية أنها يعني تقلد حتى الصوت من خلال تقنية الصوت تقدم يعني محتوى يعني بدون يعني بدون أي عوائق يعني أو إذن خلينا أيضا نستدعي هداية من جديد في الأستوديو الأكيد تحدثت على نقاط مهمة لكن ما هو أهم ربما هو الخط الافتتاحي للقناة أيضا المحتوى التي تقدمه المذيعة الأكيد المذيعة لما يكون احتلاف يعرف الخط الافتتاحي يعرف أخلاقيات المهنة يعرف أيضا طبيعة الجمهور اللي روي يتابع فيه إذا كان جمهور محافظ يعرف طبيعة المواضيع اللي ترقلها طريقة الكلام هل هي يعني أيضا خلينا نقول بين قوسين واعية بهذه الأمور نعم هداية مبرمجة أو إنسانة واعية بالثقافة الجزائية إنسانة تصفوها يعني إنسانة نعم لنقول أنا إنسانة لأنها أصبحت يعني إنسانة مثلها مثل يعني مثل البشر يعني أنها تقدم نفس التقارير تقدم نفس البرمجة ربما الخطأ جاء مني لأنه الواعي للإنسان بالدرجة الأولى وبإنني استخدمت هذا المصطلح نتنسيت أنها يعني هداية عبارة عن روبوت عبارة عن روبوت فقط إن شاء الله برك غدوة ما تجيبش سيرة ذاتية تحت حطها في الشرق يلا نعودون عن طول المستدعي وها في الأستوديو إذن هداية مرحبا بك من جديد هل تعرفين الإرث الحضاري الجزائري؟ نعم أنا مبرمجة على استيعاب الفقافة الجزائرية ومختلف خصائصها حتى أنني بلباس جزائري وأتابع كل ما هو جزائري شكرا لك هداية أعود إليك يعني كيف شاتك الفكرة أنك يعني تقوم أنت أيضا في الجزائر بتطوير هذا النظام؟ شفت أنه هناك حاجة ماسة يعني في الجزائر إلى مديعات أخبار لا يعني لا هي مش من هذا الجانب إكزاكت يعني أنا أنا تابع في أحدث تكنولوجيات في العالم من خلال يعني الإنسان يعني دائما يطلع على أحدث تكنولوجيات يعني بعض البلدان العالمية مثل دول يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو قطر يعني قامت بتقديم هذه التكنولوجيات قلت ألاها لما الجزائر تكون محرومة من هذه التكنولوجيا يعني كيف فيها جوانب سلبية حتى الذكاء الإصطناعي فيه جوانب سلبية لنذكر منها أنه 12 مليون وظيفة في العالم اليوم وفي سنة 2023 يقدمها أو تقدمها الذكاء الإصطناعي يعني فيها عزوف يعني ورح تقدم بعض البطالة للمجتمع لكن من جوانب إيجابية للروبوتات أنها يعني تساعد البشر من خلال تعلم من خلال لغة البرمجة من خلال يعني حتى أنها تقدر يعني تطورها مثل دردشة الشات جي بي تي يعني تقصي أي سؤال وتعطي إيجاباتها إذا كنا بداية نقاش حدثنا عن الصوفية وهي نسخة صينية لهداية إذن هل ترى أو عفوا دعني أقول وشنو هي الخصوصية هداية كونها يعني نسخة جديدة لصوفية وشنو هي الخصوصية اللي فيها هي بالدات أكيد أنها أول حاجة بلبس جزائري اللبس انتها حاجة جزائري حتى الملايب انتها حاجة جزائرية صحيح هذه النقطة لاحظتها نعم نعم نشوف صوفية يقول هذه المدعات شايفة يعني نعم هي أول حاجة أنها صورة مولدة بالذكاء الإسطناعي الصورة يعني حتى الملامح تعلوجين تحت تم يعني التعديل عليهم بالتقنية الذكاء الإسطناعي عدلت عليهم وخرجت يعني صورة شبيهة يعني بالمرأة الجزائرية حتى أنها في التقاليد حتى في اللباس حتى في كل شيء يعني تقدم حتى معلومات للمجتمع بتقنيات يعني متطورة جدا ويعني يعني في المجال البرمجة يعني حتى أنك يعني الصحفي يستطيع أن يبرمجها على حسب يعني وش يحبه هو والله وش يحب صحيح أنت يعني ربما طرقت القطاع حساسة وهو الإعلام والاتصال والصحافة ماذا عندنا الرقابة الداتية؟ هتقدر عليها أيضا صوفيا نحن كصحافين مارسوا على أنفسنا الرقابة الداتية نتبعوا خط افتتاحي هناك مواضيعنا على الجوهة مواضيع ربما كون جمهورتنا محافظة بالدرجة الأولى ما نتطرقوا لهاش خممت في هذه النقطة أيضا؟ من ناحية الصحافة يعني خممت أنه الجانب أنه يكون يعني أنه يكون يعني مجال برمجة فقط يعني مجال ذكال إصدناعي يعني ما تكونش عندها يعني وهذه اللي حبيت نوصل لها أيضا أكيد أنه الموضيع يربط علاقة مع الجمهور تاعه عنده جمهور تاعه اللي يتبعوا ربما من قناة إلى قناة اللي يتبعوا لأنه تصبحها لجاله يصهر يعني باش يشوف البرنامج تاعه ليلا هل ترى أنه هداية مستقبلا قادرة على أنها تربط هذه العلاقة مع الجمهور؟ من خلال الربط يعني بأحدى التكنولوجيا في العالم اليوم نقول يعني نعم أن هداية تستطيع ربط الجمهور وتستطيع حتى محدثة الجمهور ومن خلال حتى يعني يعني رؤيتها الاستشرافية يعني من خلال كذلك يعني كمطور ومبتكر لهذه التقنية ولها كيعني كروبوت تستطيع أن تقدم ما يقدمه الذكاء الاصطناعي في العالم أعتدتك صحة سهيب قدمت هذه المدعا لقطاع الإعلام والاتصال لكن مدى قدمتها من ابتكارات للقطاعات الأخرى نعم عندي ابتكارات يعني موثقة لدى وزارة المؤسسات الناشئة من يعني عندي ثلاثة علامات ووسم لابل من وزارة المؤسسات الناشئة ابتكارية في مجال الطاقة ومجال الزراعي ومجال الذكاء الاصطناعي يعني بصفة عامة كذلك عندي مشاريع يعني قيد الإنجاز مثلا كمؤسسة نتهاية المؤسسة الناشئة كنا حابين نشوف ولو القليل من الصور والفيديوهات عن الابتكارات ستعك اليوم معنا لو كان فقط قدمتنا بها لو كاننا يعني انشرناها للمتابعين عرضناها لها معلش مازال ربما أعداد قادمة ونستقبلوك فقط سؤال ختامي كيف شاركتش في مستقبل ذكاء الاصطناعي اليوم في الجزائر؟ خاصة الشباب ربما اليوم عندهم احتكاك كين مبادرات كذلك؟ أنا راني لاحظ باللي كين مبادرات كثيرة سواء في القطع الجامعي والله في القطع الإعلامي كذلك في القطع نشوف المستوى تتقدم تلك الاصطناعي يراه في ازديات واللاحظ باللي كذلك الجزائر لن تكون محرومة من هذه التقنية يعني مدام مست يعني البلدات العربية أكيد راح تمس الجزائر يعني في العديد من المجالات ومدام الجزائر يعني في قيد النمو وقيد التطور ونحن أبناؤها يعني مباشرين هنا يعني أكيد راح نسهم في جميع القطاعات إن شاء الله شكرا جزيل شكر لك إذن وصلنا للأسف لختام عدد اليوم من برنامج الشروق مورنينك فقط سؤال ربما يعني راودني منذ قليل وهذا ربما نظرا لفضولي الصغير هداية تسمية من جات هداية هي تسمية هداية هي تسمية هداية يعني جات يعني من طفلة صغيرة لاحظت أنه كين اسم تع طفلة صغيرة عجبني الاسم مباشرة لاحظت أنه اسم جزائري كذلك درت الاسم تحابي خاصة بما أنه هداية يعني اسم جميل جدا صحيح نعم ونعنى أيضا أجمل يا تكسحة سهي موفقة بحول الله